موسيقى سيزن ثمانية صاروا يحطوا فيديو دحين شرح للباتش على السريع كده خفيف فاللي دايما بيشوف الباتش نوس يقدر يخش على الفيديو هذا يدينه المعلومات حقها السريع العموم هنخش على الباتش نوس على طول ازير سواله نيرف على الكيو وسواله نيرف على الدبليو بعد التغييرات اللي سواله صغير على التحقات وعلى كم حاجة يسويها وزودوا الدامج حقه مرة كثير بعد ما نقصوا الرينج حقه بس الدامج حقه كان مرة عالي واناش كثير كانت مشتكي بالسولو كيو طبعا ما شفناه في ورز ولا شفناه في LCS فالنيرف هذا كان بيست على السولو كيو اه اوتبوت حقه والسولو كيو اللي بيسويه في السولو كيو فها في كل الحالات الكيو نقصوا الدامج حقها في الليت كيم بمئة وسبعين هذا معناه في الليت كيم ما زال مش بطل الزوني يعني تطلع على الانمي تطلع على الادم اللي قدامك تخليه بعيد على المنين ما تخليه يقدر ياخد منينه تضربه كل شوية او كل ما جايه يبقى تضربه تقلعه على وجهه قللوا الدامج حقه قللوا دامج حقه وقللوه بعد لفل خمسه وفي كل الحالات نيرف خفيف على الميد كيم وعلى الليت كيم طبعا الليت كيم النيرف ما له اي معنى هو بداية الميد كيم يعني ما بين لفل خمسه اللي لفل تسعه هيصير دامجه اقل شوية واذا انت ماشي كويس في لفل التسعه ما هيفريق مرنك هذا الـ change balance اكثر من انه نيرف عشان يخففه الدامج اللي كان بيسويه اول اللي كان out of proportion بعد كده عندنا ايكو فاكرين سوولوا change الباتش اللي فات يبغوا يلعب في الجنكل ما كفة فهذا قام مزود الدامج على المونسترز 200% هذا هيخليه يلعب في الجنكل احسن مرة كثيرة الـ clear حقه في الجنكل هيصير احسن والمفروض ان اداء نشوف ايكو في الجنكل حاليا زي اول ايكو assassin وسا ايكو تانكي ما يبغوا يشوف ايكو تانكي في الـ game يبغوا يشوف ايكو تانكي في الـ game يبغوا يشوف ايكو تانكي حقتها أولاها منوم دامج أولا لأي حقتها كان منوم دامج صفر الحين أقل شيء ممكن تسوي لأي حقتها خمسة وعشرين أبل من يوم ما نزلت من الباتشة اللي فات اعتبروها تشامبيون مرة صعب يا إنك تلعبها تصير محترف فيها وتسوي مرة كويس يا إنك تلعبها وتجيب العيد وتأكل على وجهك ففي كل الحالات بيحاولوا يساعدوها ترجع للجيم أظن الدامج حقها مرة قليل إبوا يخلوها أسهل للناس اللي هما دوبوهم بيلعبوا جداد في القيم قالوا عملوا عليه مجموعة تغييرات مرة كبيرة الفكرة منها كانوا إنه يساولوا نيرف اللي يخففوا الدامج حقه اللي يخففوا الدامج حقه في الميد جيم لأنه كان مرة تانكي بزيادة ما حساروا يقدروا وخربوا وجابوا العيد فيه طبعا أنا متأكد لازم يساوي شيء يعدلوا بسرعة لأنه أظنهم ما انتبهوا على الهبلة اللي يساووا الباسيف حقته زودوا الرايشو حقه من فاصلة 4.7 معناها زودوا الدامج حق الـ AP الكيو حقته نقصوا البيس دامج حقه من 60 إلى 50 في دائرة القيم بس زودوا الرايشو حقه من فاصلة 7 إلى 5.9 نفس الوقت زودوا التارجت دامج ماكسمو هذا حقه من 2% إلى 3% هذا صحيح أن البيس دامج حقه صار نيرف بس لو اشتريت عبليتي باور ايتم حيصير بف مطبيعي الدابليو حقته غيروها بطريقة مختلفة طبعا 20 25 30 30 30 هذا الشيلدوف دارود الدامج ريدكشن ينقص الدامج طب قللوا الدامج ريدكشن حقه كانت الفكرة أنه قلوا الدامج ريدكشن حقه على أساس أنت دائما تشتري ماكسمو مرة كثير وما تشتري عبليتي باور ايتم كثير بس اللي صار أنه جادة الدامج ريدكشن باست على البونس ماكسمو بس 5% على عبليتي باور يعني لو بنيت عبليتي باور برضو يجيد الزامج الفيزيكال دامج ريدكشن نفس الشي نفسه الماجيكال دامج دا حين صارها فصار مرة أحسن قدام الماجيك دامج حبتين أسوأ قدام الفيزيكال دامج في كل حالات ال-E نقصوا الدامج حقها في الليت كيم حبتين شوية وزودوا الابليتي باور طبعا إيش الفكرة إيش اللي صار مع التشينجز هذي كل الناس ساروا حيشتروا أو كل الناس سيبدأوا يشتروا غاليو أبيليتي باور ما عد حيشتروا تانك لأنه الابليتي سار يعطيك دامج ريدكشن على الدابليو هذا واحد اثنين الباسف حقتك أصلا تعطيك ماجيك ريزيست مرة كتير في المد فحيتشوفوه مرة كتير مت وحيتشوفوه مرة كتير اي بي والمشكلة في ال اي بي اللي عنده مرة خربان لأنه الدامج اللي جايه من الباسف فاصلة سبعة والدامج اللي جايه من الكيو حقته بعد الكيو اللي هو فاصلة تسعة باور ريشو زيادة بلس الثلاثة في المية تارجت ماكسيمم هث بير مية في فيديوهات كثيرة في يوتيوب أوردي نزلت توريك دامج اللي ممكن يسوي الشامبيون هذا يا شباب انا اقول لكم اذا انت حتلعب رانكت لازم تسوي لبان يا يكون معاك في التيم يا تسوي لبان اذا ما هو معاك في التيم اذا في التيم اللي ضدك صدقني حيكون جيم من اسوأ قيام شوفت في هذا لأنه صار خربان خرب مرة بطال بان غاليو شوفوه بقول بان غاليو بان غاليو باتش هذا الباتش المفروض نسميه ده غاليو بان باتش لأنه مرة خربه خربان او اللعب اتمكن منه وروح انفلت على خلق الله غانك بلانك زودوا الدامج حق الكيو حقته شوية اه سوري زودوا القولد اون كل على الكيو حقته شوية عشان يبغوا يوصل للمتقيم اسرع طبعا ما رجعوا ما هو مرة خربان زي ما كان اول ما نزل بعد الريورك بس حبتين يبغوا يوصل للباور سبيك حقته اقرب شوية طبعا الزيادة في القولد اون كل مو هكتير يعني اثنين صارت تلاتة اه لفل اثنين على الكيو صارت اربعة مش بطالة يعني جولد واحد زيادة كل شوية طبعا انا حت خليك تكتر تشتري الاتمز اللي تحتاجها حقتك ابدر تك بنتكلم على ثلاثة لخمسة دكايق ابدر وتشيز نارا بعد ديدي راموس غيروا الدبليو حقته شوية زودوا الارمر بونس في الليت كيم لتسعين في المية نقصوا الماجيك رزيست بونس خلوا البيس حقه بس زودوا الماجيك رزيست بونس مع كل لفل حبتين نقصوا الماجيك رزيست بونس وزودوا الارمر بونس يصير دي حين ما يحتاج تشتري يعني مو ما يحتاج تشتري اول كانت تشتري ايتمين ايدي والله اللي هو ثورن ميل وبعد نشتري لك ايتم تاني عشان تزود ال ايدي حقك دي حين تشتري واحدة ايتم تكفي وبعد نتقلب على طول تروح تشتري ماجيك رزيست وانتهينا سجواني عشان اللي كانت بتسوي في الوردز كل انا شايفين سجواني قديش مر او بي في الوردز دي حين بتسوي دامج مو طبيعي مو دامج مو طبيعي تقريبا كل جيم في سجواني ولا سجواني مبندا السكيل حقها السكيلين حقها مر عالي ما عدا حتي قدر اكتلها في الميد جيم اذا كانت ماشي كويس فييبغوا يخففوا المشاكل هذي حقها او يقللوها شوية على اساس يخلوها مانجي بولو يصير في كونتر بلاي حبتين البيس ارمر نقصو من سبع وشرين دين وشرين هذا معناه في الجنغل حيصير الويف كلير حقها اصعب شوية او طبعا ممكن يوفست الكلام هذا بانك تحط تشتري ارمر ايتم ولا تشتوب لك طبعا ما حت تشتري ايتم ارمر ار ايتم في لفل واحد بس ممكن تحط في اكشل ولا حتى في الماستريز ما تقري تسوي شي ويمكن يبغالها ليتش احسن حبتين شوية الارمر قروث حقها برضو نقصو من اربعة ثلاتة البيس ماجيك رزيست نقصو من اثنين ثلاثين سبع وشرين الماجيك رزيست كروث نقصو من واحد فاصل اثنين خمسة للفاصل خمسة السبعة هذا معناه مرة فارنبل في داعة القيم لا تنسو لما تخلص الروتيشن حقتها الاولى في الجنغل الهلت حقها وحقها مرة واطفة اي احد ممكن يخش يسوي لها دايف ويبهدلها او الكانتر جنغل ويبهدلها في الجنغل حقتها وهذا اللي بيقوله لك سويه بعد التشينج هذا الباسيف حقها الفلاس بونوس ريزيستنس نقصو زودو تاكا اظن من 11 11 الشيلد لينجر دوريشن الشيلد سريجي للثانيتين طور الوقت حقها الباسيف الكول داون سار 12 دقيقة طبعا هذا ممكن نعتبره بف اكثر من انه نيرف على اساس النيرفات اللي سوالها اياها في البيستاتس الاي نقصو الداميج حقها مرة كتير النص الفريز داميج طبعا فاكرين الاي لما تحط عليه الاربع ستاكات تتكمل تقل تسوي الاي يجي عليه داميج ممكن كان 40 بيس صار 20 بيس و في نفس الوقت خلوها التارجت ماكسيما ما تغير فهذا نيرف بسيط على الداميج حق الاي وهذا نيرف بالاير اللي قيم عليها طبعا مو مرة صعب تسوي 1v1 كشامبيون لما يكون تانكي المفروض انه ما يقدر يسوي 1v1 قدام تشامبيون زي المفروض هما داميج واللي كانت بتسوي سجواني انه كانت تقتلهم مرة كتير فالمفروض انه يسوي لها بالانس فانا اعتبر الـ changes هذه مرة حلوة بالانس هنشوفها في LCS ما اظن هنشوفها طلعت من السولو كيو احتمال بسيط عشان هذا انه هاد البداية حقتها هتكون مرة صعبة هتكون مرة فانابول وفي الـ high ELOS هيعرفين الكلام هذا فما حيسيبوها تفرم ولا حيسيبوها تاخذ الجنجل حقتها ادر انا ما يعرف ليش كل شوية ادر المفروض ادر هاد يسوي له ريوارد كمبليتلي بس كل شوية شوية يسوي له بوف شوية يسوي له نيرف شوية يسوي له بوف شوية يسوي له نيرف شوية يسوي له بوف يبو يرجعه في الـ game ما ادري اظن يحبه ويحبه 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 كل يوم في كل الحالات الـ attack damage growth stat زودوه من 3.2 الى 5 وهذا مرة كتير هذا معناه هنشوف ادر تايجر مرة كتير مان يعرف ليش على الجنجل كتير هيشير حقه مرة عالة فهيقدر اوصل للـ power spikes حقته مرة عالة طبعا ادرك كتشامبيون متخلف ما اقول اكتب كل الحالات الـ tiger strike ratio 120 الـ 160 كانت total attack damage 120 الـ 180 فبيقولو لك ويعطوه كيدي بيقولو لك ألعب طايجر ويجيب اه ترينتي فورس عشان اه انت عارفين الـ base stats gets exploded مع الترينتي فورس فترينتي فورس عشير مرة كويس الفينيكس اه فاصلة ارواية خمسة الفاصلة ستة ما اظن هتفرق اي حاجة اي لانه ما يشتري ايش ممكن يشتري ability power items ما في يعني كيدي ما في الـ وقت قنوسو ممكن كمان اللي هو الـ ممكن ممكن هذي الـ items اللي ممكن استفيد منها وهذي ما هي items في الـ في الـ في الـ ادر اشتريها العام عامة تاني يعني ارقوت ارقوت سوى له ببف مطبيعي صراحة اظن هنشوفه مرة كتير في الـ game بالذات في الـ late game حيصير حيصير الـ hyper carry ما ادرك ما ادرك ايش كانوا بيفكروا صراحة بس ان شاء الله تكون حلوة الـ passive حققته الـ leg cooldown حققه كان 30 عشر نهاية الـ game طبعا قاتل بلا 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 الحين الـ cooldown حققه الـ leg في نهاية الـ game 2.5 ثواني يعني في الـ team fight ابنة اللي زينة حيصوي لك تفجير مو طبيعي فاحتمال كبير الـ late game حققه حيصير مرة احسن من الـ early game مرة كويس فمن مصلحاته ارقوت نجلس فري موصل الـ late game عشان يصير باور هورس مو طبيعي وقدر يفجر الناس كلها نفس الوقت الـ damage برق نقصوه حبتين خلوه من 4-5 الـ 8 في المية target maximum 3 الـ 2-8 في نهاية الـ game again data game nerf بسيط على الـ damage late game رجعوه زي ما هو وزودوا الـ frequency حق الـ DPS حقه فهذا بف مرة خطير صراحة الـ late game حقه الـ Q خلوه الماناكوست حقها مرة عالي time before the nation التفجير كانت فاصلة 8-5 عشان نزودوا المانا اللي هو أسهل تجيبها على الناس طبعا نتكلم على هذي بعد شيء طبعا إذا انت من الناس اللي تضيعي مانا مرة كثير ممكن تروح على الماستريز حقتك وش اسمه ان يمكن افسد الكلام هذا أو ممكن تشتري في البداية item ترجع لك مانا والسلام fear beyond death المسايل سبيد السرعة حقه التى حقه صارت دبل السرعة اللي كانت عليها أول فعامة عامة بف مرة جامد على أورقات في كل حاجة له كل اللي بوقت ساوه العب في البداية safe لا تخاف سوي trades طلي الناس أوصل الـ late game الـ late game حقك حيصير مرة جيد المفروض ان نشوف أورقات مرة كثيرة شباب في السوروكيو الفترة اكزين زاو شعرلو من الـ recommended items حقته هابين يحمنا анд ها frena الاتاك سبيد بف من عشرين لخمسة ثلاثين في كمية خلوهم من عشر لثلاثين في الفنية فالبوورس بايك حقتها في بداية الت creatجن مش مرة عالية عالية بس مش عالية زي اول ونقصها بف من عشرين خمسة الـ 35 لـ 22 هذا معنى كل الـ ADCs اللي كانوا يبنوا الـ On-Hit Items زي الـ Rage Blade وزي الـ برضو الـ Wits End في البداية وزي الـ حتى Blade of the Run King الـ Damage حقهم حيكون أقل مرة كثير في بداية الـ Game وهذا مو معنى أنه Arden Sensor حتطلع من الـ Game بس حتكون حتكون في حالات تانية فيه Items تانية حتتأخذ أردن Sensor اس年的 ما نتهم بس قطير تعاملة معه وفي الـ Mid Game في الـ Mid Game ماومو يصبح أهدء الأهدئ نرح الحتى أو كه Neither الـ P إزريل بس غير حتى Jayce اوه نرى كل él م Cannon يعني جيس في الميد عندنا كاسيوبيا وعندنا مين الثاني هذا رايز في البوت إزريل اللي سووا انه داحين الستاك حقها كل 8 ثواني كانت تقدر تاخد استاكين داحين كل 12 ثانية تقدر تاخد 3 استاكات بسرعة فلو انت من الناس اللي ما تعرف تفرر من الاستاكات بسرعة ساعدوك تقدر تفرر من الاستاكات بسرعة ايش الفكرة في ديس في التعديلة هادي انه والله توصل للباور سبايك حقته كقرب ازريل حيرجع للجيم لا هيفرق شي معا في القيم لا الميدز رايز صار احسن جيس صار احسن ما فيها كلام وكاسيوبيا احتمال كبير نشوفها اكتر حبتين بس رايز صار مرة كويس المناموني بعدين بعد ما تلفلها صار برضو عشان يسهلو لك موضوع البور سبايك حقتها لو اشتريت المناموني بدري هادي تاركت لجيس وليزريل انه ترجع لك خمسة مانا بيرستاك الاتم بينز داح انت تقل سوي ايتم بينز على التير وتقل سوي ايتم بينز على الدسكولاد عشان توريك ان هي موجودة للا الدوم بودز اف دوم هي اللي حتنزل في الاسبوع هادا client settings return off the ability to turn off the client wilding game this game بلا 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 هادا بوش ضروري death sworn skin صراحة قليل انا اقول يعني في كذا مرة صراحة في سكنات شوفوها مرة حلوة احلى سكين في الحياة الناس بيقولوا انا شفت فيكتور الناس بيقولوا هادا احلى سكين في الجيم ما فيها كلام فاللي يحب يلعب فيكتور this is the skin for the men هادا سكين حق زيت طبعا اول ما تنزل سكنات هنشوفها legacy bundle مش ضروري new missions rewards and emotes هادا المشنز اللي تنزل باكتور ما فيه ضروري فيه كرومة نازل للاخر اللطيف طبعا ايش يسووا رايوت دايما لما يسوو لك بف على champion ينزلو له كرومات وسكنات عشان يبقوا الناس يشتروا champion عشان يلعبوا شكرا الحالات وبكذا يا شباب خلصنا باتش نوت 7.21 الله يعطيكم الصحة والعافية شكرا جزيلا ونشوفكم ان شاء الله في الباتش نوت القادم لا تنسوا يا شباب انه انا عندي ستريم او بث يومي في تويتش وفي يوتيوب دورونا ونشوفكم واذا اعجبكم الفيديو بليز سوي شير سبسكرايب لايك عندي انستغرام عندي تويتر عندي عبد السميع اللمي وتصبحوا على الفغير اشتركوا في القناة